يريد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طي صفحة العام الأول من عمر ولايته وفي جعبته في الأقل مبادئ اتفاق نولية على وضع جديد لقوات التحالف ما يحسب له نصرا سياسيا وتأتي تصريحات السودان الأخيرة بأن تنظيم داعش لم يعد يشكل تهديدا وبالتالي لم تعد البلاد بحاجة إلى التحالف الدولي في هذا المسعى لكن عبارة عدم الحاجة إلى التحالف الدولي بدت في غير سياقها موضوعا وتوقيتا بالنسبة للجانب الأمريكي ويمكن استجراء ذلك من رد المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر بسؤاله عنها حيث اكتفى بالتذكير ببيان أبوغسطس الماضي المشترك وقال إننا نعتزم التشاور بشأن عملية مستقبلية تشمل التحالف لتحديد كيفية تطور المهمة العسكرية له وكان السوداني صرح قبل أيام بأن حكومته تسلمت مسودة لمذاكرة تفاهم من وزارة الدفاع الأمريكية تتعلق بشكل العلاقة بين العراق والتحالف الدولي وهي قيد الدراسة حاليا من قبل وزارة الدفاع العراقية إذن لا كلام هنا عن انسحاب وإنما عن ترتيب جديد يأتي هذا ولما يلتق السوداني بالرئيس الأمريكي جو بايدن وهو أول رئيس حكومة عراقية تتأخر دعوته لزيارة البيت الأبيض بعد توليه منصبه كل هذه المدة وفيما عزى مراقبون تأخرها إلى وضع الرئيس الأمريكي الصحي أرجع آخرون أسباب التأخير إلى أن واشنطن كانت تراقب عن كثب أداء حكومة السوداني في نقاط مهمة تتعلق بإجراءاته في ضمان المصالح الأمريكية الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة وإيقاف تهريب الدولار وغسيل الأموال ومكافحة الفساد والسيطرة على الفصائل المسلحة المنفلتة وأخيرا حصر السلاح بيد الدولة إذن فإن دعوة السوداني لزيارة واشنطن قد لا تكون الاستلام نتيجة الفحوص النهائية قدر أنها إعادة لورقة الاختبار ويصبح عندها كل حديث عن انسحاب كامل لقوات التحالف أمر سابق لأوانه